اشتركوا في القناة ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن 43% يؤيدون تولي نتنيهو رياسة الحكومة المقبلة فيما قال 40% أنهم يؤيدون تولي ساعر لهذا المنصب فيما يحل رئيس تحالف يمينة في المرتبة الثالثة بحصوله على 33% من آراء الناخبين هذا ويؤيد 54% نتنيهو لتشكيل حكومة جديدة فيما أيد 32% يؤير لبيد لتشكيل الحكومة